الاحتفاظ بأصافي سعيد أكد النطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي إذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بالنشط السياسي أصافي سعيد ومرافق له من أجل اجتياز الحدود خلصة في تجاه بلد مجاور مساء أمس في تجاه الجزائر في تفاصيل عملية القبض على أصافي سعيد في بوشبكة الجزائرية وفي إثار متابعة عملية القال قبض والاحتفاظ بالنشط السياسي أحمد الصافي سعيد ومرافق له من أجل اجتياز الحدود التونسية الجزائرية خلصة أمس قالت موزيك أنه فرقة الحرس الوطني الحدودي بفرينا من ولاية القصرين تحصلت أمس على معلومات مفادها تمكن السلطات الأمنية الجزائرية من القاء القبض على صافي سعيد ومرافقه في حدود ساعة سابعة صباحا بعد قيامه باجتياز الحدود وتواغلوا داخل التراب الجزائري من جهة دوار سيدي ظاهر قرية بودرييس من معتمدية فوسينة على مستوى العلامتين الحدوديتين 206-207 وقامت الوحدات هذه بإيقافه مع المرافق وتسليمهم لسلطات الأمنية الجزائرية بقرية بوشبكة من ولاية تبسة في انتظار إحالتهم على بلدية لحويج بيت دائرة الميلة بيض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما جدل كبير صار على ذلك نلقاه برشا ناسا علقت على هذا الخبر من بينهم رياذ جراد قال صباحا اليوم ألقت سلطات الجزائرية القبض على أصافي سعيد محاولا الهروب واجتياز الحدود خلصة الإبقاء على العيش زمال بحالة سراح أكد المترشح للانتخاب الرئاسي العيش زمال في تصريح الإبقاء عليه بحالة سراح إثر الاستماع إليه صباح اليوم من قبل فرقة الأبحاث بالحرس الوطني ويدم ليز من ولاية جندوبا على خلفية شيكية تتعلق بشبهة تزوير تزكيات في علقة بالانتخاب الرئاسية 2024 وكانت نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس الثنين قد أذنت لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسيني سيجومي بمباشرة الأبحاث الليزمة بخصوص تشكيات تقدموا بها عدد من المواطنين حول عدم تقديمهم تزكيات للمترشح للانتخاب الرئاسية عيش زمال وين أذنت نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس الثنين لأعوان فرقة الشرطة العدلية سيدي حسيني سيجومي بالنظر في هذه التشكيات وبعض المواطنين أفادوا أنهم هما قدموا تزكيتهم المترشح معين للانتخاب الرئاسية تفاجئهم بعد بوجود أسمائهم في قائمة التزكيت الخاصة بعيش زمال واحدة أخرى قالت أنه هي ما قامتش بتزكيت حتى حد ولقات روحة زكية العيش زمال طبعا تقرر الإذن بفتح جملة من المحاضر العدلية وإجراء السماعات والمكافحات القانونية اللازمة وإجراء جملة من الاختبارات الفنية معناها لكشف حقيقة هذا الموضوع في نزاعات الترشح الرئاسية في توريها الاستئنافي المحكمة الإدارية تتلقى تعنين اثنين وينأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوغر في تصريح ليه يوم أمس تلقي المحكمة الإدارية زوستعون في إطار نزاعات الترشح للانتخاب الرئاسية الفين وارب وعشرين في تورها الاستئنافي من المترشحين عبدالتي في المكة أونيجي جلول وقال بوغر أنه تم تعين جلسة مرافعة أمام جلسة عامة قضائية ليوم الخميس القادم هذة التعنين وصلوا إلى حدود يوم أمس بينما هناك أشخاص أخرين أعلنوا أنهم هما بشمشيوا زادة في الاستناف كما منذر الزنادي كما أيضا عماد الديمي وزير الداخلية وسفير أمريكا يناقشين مسائلتهم الأمن ومكفحة الإرهاب تحدث وزير الداخلية خالد النوري في لقاء ليه بمقر الوزارة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوهود والوفد المرافق ليه حول عدد من مشاريع التعاون المشتركة ذات الصلاة بمجالات الأمن ومكفحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية مثل اللقاء لحضر كتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن سوفين بالصادق مناسبة لاستعراض عراقة العلاقات وشراكة المتميزة بين الجانبين التونسي والأمريكي وتأكيد الحرص المتبادل لتعزيزها وتنوعها خدمة لأمن ومصلحة الشعبين الصديقين حسب بلاغ وزارة الداخلية بسبب الربط العشوائي بالماء والكهرباء مخالفات وصحب عددات في سيدي بوزيد نظم يوم أمس معتمد المكنيتي والسبالة بولاية سيدي بوزيد حملتين لمقاومة الربط العشوائي بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء بعمادتي المش والسد وأسفرت الحملة في عمادة المش من معتمدية المكنيسي عن رفع 24 مخالفة تتعلق بالاعتداء على القنوات واستغلال مياه الشرب في النشاط الفلاحي كما شملت التدخلات الميدانية إزالة أثار الرابط العشوائي وسحب 14 عدد على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين أما في عمادة السد بمعتمدية السابيلة تم رفع عشرة مخالفات في الربط العشوائي على شبكة التيار الكهربائي بمنطقة لغمي مريا وتمت إزالة أثار الاعتداء بحضور عدد منفذ للمعاينة وبشي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين في بليد سوسة بطاقة إداء بالسجن في حق شخص لممارسة الطب دون رخصة أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بطاقة إداء بالسجن في حق شخص من أجل انتحاله صفة طبيب وممارسته للمهنة دون رخصة وفق إفادة الناطقة الرسمية باسم المحكمة هيجر عيش كما تقرر إحالة الموقوف على المجلس الجنيحي لمقاضاته من أجل التهم التي ذكرتها في تفاصيل الموضوع رضحت الناتقة الرسمية للمحكمة أن فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة بشرت أبحاثها حول ظلوع أحد الأشخاص في ممارسة اختصاص معالج نفسي وأمراض التوحد وفرط الحركة والعلاج الطبيعي والطب الجنسي دون ترخيص وبعد استشارة النيابة العمومية دهمت الفرقة المذكورة العيادة الطبية للمعني بجهة حمام سوسة أين أمكن لها حجز مبلغ مالي متأتي من عائدة فحص المرضى وشهاءة طبية تحمل ختمه بصفته طبيب مختص كما تم حجز معدات وألات طبية وأجهزة حسوب ومجموعة من سجلات المرضى أيضا أضافت عيش إن وقع سماع ممثل عمادة الأطباء إذ تأكد أن الطبيب المزعوم هذا غير مرسم بالعمادة وغير حائز على الشهادات العلمية المعترف بها ويتحيل على المواطنين ويدعي إنه طبيب ويعين المرضى